بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن انتهينا من إعراب الأسماء ومعرفة الحالات الثلاثة التي تمر على الإسم نأخذ بعض التطبيقات على هذه الموضوعات أعني إعراب الأسماء الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة وقد أخذنا هذه الصفحة من سورة العنكبوت من القرآن الكريم لنتأمل فيها بعض الأسماء اخترت عددا من الأسماء لكل اسم منها حالة إعرابية يقول الله تبارك وتعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة فأنجيناه وأصحاب السفينة الها هنا أنجيناه مفعول به مفعول به والواو حرف عطف وأصحاب معطوف على المفعول به والمفعول به في أصله أن يأتي منصوبا وبالتالي فإن أصحاب تأتي منصوبة إذن منصوبة لماذا؟ منصوبة لأنها قد جاءت معطوفة على منصوب فهي من أبواب التوابع نقول أصحاب اسم منصوب بالتبعية أو بالعطف بالعطف وأصحاب السفينة لاحظ السفينة هنا جاءت مجرورة لماذا مجرورة؟ لأنها مضافة لأصحاب نكرة والسفينة معرفة نقول مجرورة السفينة مجرور بالإضافة إذن سواب الجر هنا هو الإضافة وجعلناها آية للعالمين 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 حرف جر وهو اللام دخل على كلمة العالمين وبالتالي أيضا العالمين مجرورة لأنه سبقت بحرف جر علامة الجر هنا مجرورة بحرف الجر طبعا علامة الجر هنا ماذا؟ علامة الجر هنا هي الياء لأنه جمع مذكر سالم جر بالياء وإذ قال إبراهيم لقومه أعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم خير هنا مرفوعة موقعه العرابي خبر ذلك خير ذلك مبتدأ وخير خبر إذن هنا مرفوع اسم مرفوع بالخبرية الخبرية موقعه العرابي إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا أوثانا هنا اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما موقعه العرابي؟ تعبدون مكونة من فعل وهو الجماعة فاعل أوثانا تعبدون أوثانا إذن هو مفعول به إذن نقول منصوب يعرابه منصوب على المفعولية اللي هو المفعول به نأتي إلى التي بعدها وتخلقون أو وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا أيضا تخلقون فعل وفاعل وإفكا منصوب إذن منصوبة أيضا على المفعولية فابتغوا عند الله عند هنا اسم منصوب عند اسم منصوب لكن ما الذي نصبه؟ عند هذه ظرفية ظرفية إذن منصوب على الظرفية ممكن أن نسميه مفعول فيه مر معنا هذا في المنصوبات عند الله عند الله الله اسم مجرور جر بماذا؟ عند نكرة والله معرفة إذن نكون مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة أيضا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم كذب أمم أمم هنا اسم مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب لماذا هو مرفوع هنا؟ من الذي كذب أمم؟ إذن هو في موقع الفاعل إذن نقول مرفوع هو اسم مرفوع لأنه فاعل والفاعل أيضا من أنواع المرفوعات فقد كذب أمام من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ الشراب ينشئ ينشئ فعل مضارع ثم الله ينشئ الله لفظ الجلالة نحن في حراب الأسماء الله لفظ الجلالة مبتدأ الله ينشئ النشأة الآخرة إذن نقول الله مرفوع لأنه وقع من أنواع المرفوعات مبتدأ إن الله على كل شيء تكملت الآية ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير إيش عراب قدير هنا مرفوعة مرفوعة لماذا إيش موقعها العرابي هنا نقول إن الله على كل شيء هذه كلها جملة آتت هنا معترضة إن الله قدير إذن قدير نقول خبر خبر إنا ونحن نعرف أن خبر إنا يأتي مرفوع يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين بمعجزين الباء حرف جر ومعجزين نفس العالمين المجرورة باللام هذه مجرورة باليا إذن اسم مجرور وعلى مجره الياء لأنه مجرور بحرف الجر وهو الباء وهو الباء أيضا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم عذاب أليم الصفة العذاب أليم إذن لأنها مرفوعة إذن أليم مرفوعة من أي أنواع المرفوعات قالوا لأنها صفة إذن هي تابع لمرفوع لأنها صفة للعذاب أنه عذاب أليم في الأرض الفي حرف جر والأرض اسم مجرور بفي أيضا كفروا بآياتي كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله الباء حرف جر وآيات اسم مجرور وعلى مجره اسم مجرور وعلى مجره الكسرة لأنه مجرور بحرف الجر وهو الباء انتهت هذه التطبيقات السريعة على إعراب الأسماء وننتقل إلى إعراب الأفعال